رجعنا لحضراتكم ومعانا أنوار يمعرفة والأنوار اللي بتنغمس فيها قلوبنا ونرجع طاهرين مطهرين طيبين مطيبين وهو حد يظن أن فضل الله ممنوع على حد من عباد الله الله سبحانه وتعالى كريم مش ممكن نحج إلى ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا ثم نعود خائبين حشا إحنا حجينا بقلوبنا وتكلمنا عن النية عن الإحرام إزاي يكون الإحرام بالنية والتجرد والتلبية وإزاي يكون بالتوبة وكمان إزاي نكون بالعيش بالمدد وإزاي يكون بالعهد مع الله وإزاي لما رحنا للطواف وده ركن من أركان الحج وإزاي الطواف شفناه إزاي بينطوف سبعة أشواط عشان نعود كيوم ولدتنا أمهاتنا فاتطف قلوبنا ونتخلص بقى من سبع أحمال تئيل علينا ولكن نتخلص بإيه؟ بالذكر والدعاء المغموسين في الخوف والرجاء يا سلام ادعو ربنا سبحانه وتعالى وتعالوا نقول كده اللهم إنا نذكرك في هذا اليوم المبارك نذكرك لا لشيء إلا لنقول لك اللهم زدنا معرفة بجمالك بأن تصلح قلوبنا وأن تغير أحوالنا حتى نخرج من هذا اليوم نخاف من أن لا ترضى عنا ونطلب رجائك بأن تكتب أسماءنا في دواوين أهل الرضا يا من بيدك الرضا نسألك الرضا فعفوا عما مضى وطلطف بنا إذا نزل القضى واكتبنا في دواوين أهل الرضا